اشتركوا في القناة يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 61 لسنة 2009 بانشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران النص الاتي تشكل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وعضوية كل من وزير المواصلات والاتصالات قائد قاعدة الصخير الجوية وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات مدير عام معرض البحرين الدولي للطيران ممثل عن الديوان الملكي عضوين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة وتحدد الجهة المنصوص عليها في البند الخامس من الفقرة السابقة من يمثلها في عضوية اللجنة